في أخبارنا الثقافية ينتظم بالمعرض الدولي بقابس معرض الديناصورات على مدى ثلاثة أشهر تنظمه مدينة العلوم بالاشتراك مع إدارة المعرض مدى ثلاثة علمية تعيش على وقعه جهة قابس هذه الأيام ويتمثل في تنظيم معرض ديناصورات الصحراء هذا المعرض الذي ينظمه معرض قابس الدولي بالتعاون مع مدينة العلوم يتضمن أربع محاورة رئيسية تمكن من تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بالديناصورات رحلات منظمة على جميع أنواع التلاميذ في كل ربوع الولاية ونفس العملية بدناها مع الولايات الجنوب الكلة وماشيين في تفعيلها إن شاء الله في أقادل الأيام في تقريبا أربع محاور علمية المحور الأول يهتم بتقديم الديناصورات كتعريف الديناصورات كيف كانت تعيش الديناصورات هذه على القارة في زمن الجيولوجي الثاني المحور الثاني يهتم بعلاقة الديناصورات بالوسطة الطبيعي كيفاش تتكاثر الديناصورات نظامها الغذائي علاقة الديناصورات بالوسطة التي تعيش فيه المحور الثالث يهتم بكيفية دراسة الأحافير بصفتها هي الجبنة المعلومة العلمية الكافية باش نجمو نصنعوا المجسمات هذه وباش نجمو نعرفوا هذا الموروث الجيولوجي والمحور الرابع والسؤال اللي نزال ما فيش إجابة تقريبا شافية هو كيفية انقراض الديناصورات معطاية علمية شافية وظافية يقدم هذا المعرض الذي خرج لأول مرة من مدينة العلوم وحتى رحاله بمدينة قابس التي تبقى في حاجة بحكم ثقلها الجامعي والتربوي لمثل هذه التظاهرات العلمية قد تكون تجربة جديدة في المنطقة عندنا في قابس وجدير بأن يشاهده العديد من الأطفال حتى يقترب منهم هذا العالم الذي قد ينحصر اتصالهم به فقط عبر التلفزيون معرض ديناصورات الصحراء الذي يمتاز بكونه معرضا تونسية مئة بالمئة فكرة وتصميما وإنجازا سيتوصل بقصر المعرض بقابس على امتداد ثلاثة أشهر وستنتظم على هامشه العديد من التظاهرات العلمية